اشتركوا في القناة باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخير فأولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشئ إلا الله وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله كعذاب الله عن عنكبوت عن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن الرزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وأن عاشة رضي الله عنها أن رسول الله سلم قال من التمس رضى رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن تمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه بن محبان في صحيحة تقولوا باقي هنا باب يجي باب قول الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني ما تقبل على الطاعة أي طاعة كينية هيشل أن يجي ما تسأل ذاك كمون ما منا أحد يعني إلا هيجل هذه الطيرة إلا أن يثبه الله بالتوكل أو من ردته من أمضته أطيارته أو ردته فقد أشرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم ليش لأنه إن كنت أماني ون أبن يعني سأروي هنا كي خصا إذا كان في الواجبات هي هونا يدخل في خوف السر والعاذ بالله يعني أصلا أنا آية نزلت فين بعد معركة أحد سنة أبو سفيان يتوروني أرنيش أنقذ أولاد إما لنا أديك مدن وجن كم راقمي زنباك كيبتا أن يدوز أولاد هذا الشعب ونزيدوا كركشيب فأنزل الله هذا إنما ذلكم الذين قالوا من الناس إن الناس قد جمع لكم فشعهم فزالهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هي قالها إبراهيم عندما ألقي في النار كم الحمد لله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبوا عزوان الله والله ذو الفضل العظيم وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله يوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاء الشاهد ولم يخشى إلا الله ولم يخشى إلا الله يعني لسه من أجل الناس بنى أو فعل وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله كلوبا قني يعني يقول آمنا بالله جيك أبن دارين كبني إسرائيل ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا على آيات فلما كتب عليهم القتال تولوا ألا إش إلا قيل منهم والله فعلهم بالظلم لا يحول ولا قتل وأن أبي سعيد خدري وأن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف الإيمان اليقين أن ترضي الناس بسخط الله يعني كم تنق هذا سخط بس من أجل فلان أو فلتان يرضى عنه يسخط الله عز وجل قل آياته بله عوذ بالله نعم لا حول ولا قتل الله وأن تحمدهم على رزق الله يعني ألا يقول رزق الله والله يبغنني تكونوا كما لهنيا هذا الرزق كتبه الله وأنت في بطن أمك الله أكبر أين اليقين وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله يقول فلان حسدني يعني ده حسد بك انتكي بقولوا ولا أمن بك انتكي أمن بقولوا أمن حسدان كون دك نكام أيك يا أكوالين وانا حسودي ينسوني سبب لا لا يستطيع يعني أحد أن يرضي رزق الله عز وجل لحديث ابن عباس عندك يعني الله عز وجل أول أول الناس وآخرهم ما يزل في رزقك شي في معنى الحديث هي حديث ابن عباس ليك تشاء غلام اعلم أن ما أصابك لم يقولوا خطأك وما أخطأك لم ينصبك قل لأجلمة الأمة على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بني قد كتب الله لك وليجتمع على أن يضلوك لا يضلوك بشيء شيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام جنفة الصحف يعني لن ينصبنا لما يكتب الله لنا كل ما أتاك من الله عز وجل نسأل الله أن يكتبنا الخير في الجنة والآخر من عاشت رضي الله عنها أن رضي الله سلم قال من التمسر رضي الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس يعني مثلا إن كذوك فلق سيا يسز على نوزنا الأمر بالمعروف أنها على المنكر أمن قهب وليك ركيا ألا ومن يتق الله جعله مخرجا الصحابة رضي الله عنهم أول ما النبي عليه السلم صدع بالحق في مكة عادوه وأصبحوا يوم حديبية يلتقطون وضوءه وإذا تمخض مخاضة وتفل بها وقعت في كف أحدهم ودرك بها وجهه الله أكبر يعني ما جنافا يسيافا سدردت أفزق سعافازلي لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الكفار أجسوا منه عندما رأى المنظر هذا يعني لا نسأل أن نخلص إليه الله أكبر هذول يعني يفدوه بأنفسهم ونخامته ما جنادك باكين النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى التسلك يتأهن تدرع كأن تأهن كما يشاف يشربنا يفزق شي لإدار الله أكبر أنبو حب في الله بعين يعني عندما صبر صلى الله عليه وسلم وأنبياء قبله صلوات الله وسلم يعني ظفروا بهذا الحب وهذا التوفيق من الله والمخرج ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس تو يعني خسر الدنيا والآخرى والعذو بالله يعني أني دمت أني يأبو هذي كمين زي برقس أيوه لك أنقوان أبو أنا زي سخط الله عليه وأسخط الناس قال إني أبغض فلالا فأبغضه كما في الحديث باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ما لا يجب وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكى على الله فهو حسبه الله أكبر وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الله أكبر يعني حسبي الله أي كافيني الله عز وجل دعوا ابن ليزو كتيح حسبي الله ونعم الوكيل يعني وانا أبن وعلى الله فتوكلوا أولا بابا أول آية إن كنتم مؤمنين وفي يونس إن كنتم مسلمين يعني دلجة الإيمان أو دلجة الإسلام لابد إيش عن التوكل هذا من شروط الإيمان نفس يعني أساسي لابد أن يكون إيمانك يعني هذا صالح يكون فيه يعني نسبة من التوكل وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم قال الله عز وجل في الزمر وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين أعلموا بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا من يستبشرون والعاذ بالله وقال في العراف وإن يروا سبيل الرشدي لا يتخذه سبيل وإن يروا السبيل غير تخذه ذلك بأنهم كذب أعزنا أو أكروا عنها غافل أتاك يشريده باقري أكون يعني أنسك أجعلنا خلاص باساسا حتى ذكرهم حتى شيء يذكرهم بالله والعاذ بالله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم مون نسوا الله موجود لا نسوا الالتزام بالأوامر والنواهي نسوا الله في أمره ونهه يعني وفيما يعني ينفعهم في الآخرة الله أكبر وقوله يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك يعني ألا يا إشيك دوني ألا وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وقوله ومن يتوكع على الله فهو حسبه أي كافيه ألا زيكاريش إلا كيتوكع لزيكاريك وأن ابن عباس الله قال قال حسبنا الله نعملوا كيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقال محمد صلى الله عليه حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمان كدوبة أنبياء قالوها ونجههم الله بها يعني حلي بنا أن نتمسك بها حسبنا الله ونعم الوكيل باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله قال ومن يقلط من رحمة ربه إلا الضالون يعني وأن إبراهيم عليه السلام دا وأن ملائكو زكا زومي وعن ابن عباس أن الرسول سئل عن الكبائر فقال أشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله لا حول ولا قوته الله يعني قم بتن اللي يجب في سورة عن كبوت والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم يعني الليأس من رحمة الله كتاء الله بزيبا أبا كذبا يعني دن شدد الحاجة لحرصك أو أن أبنك كتاء الله ما بايبانيش والعاذ بالله هذا من الكبائر والعاذ بالله يعني قال الله عز وجل بالعكس المخلوط يعني يا آية زاكرية قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني جميعا آيات الليكيوائيكي يسألونك عن أهل قل يا محمد يسألونك عن الأنفال قل يسألونك عن الخمر قل يسألونك عن المحيط قل يسألونك عن اليتامة قل هي سؤال دعاء ليش يسألونك وإذا سألك عبادي قالوا ربنا قريب فنناجيه أم بعيدا فننأديه الله بيشه قلبا فأنزل الله يعني أجاب الله بنفسه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قال قول يا محمد اجاب الله يعني حتى في الجواب ليش في يعني جواب يعني تلبية يعني يلبي له الطلب لا حتى سألوا كيف يعني كيفية الدعاء اجاب الله عز وجل انا اللي اجيب يعني لم يوكل محمد من شدة تقليص الله عز وجل من الشريك سبحانه وتعالى لا اله ان الله قال افأمن ومكر الله فلا يأمن ومكر الله الا القوم الخاسرون يعني امن ومكر الله وخاف من مكر الناس والعاذ بالله وقال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون الضال الذي يقنط من رحمة الله وانا من عباس الاضاء انا وصلنا من سؤاله عن كبائر فقال اشرك بالله واليأس من روح الله يعني متين شاء الله فتي رحمه اشتبه العذب الله ارحم الراحمين والامن من مكر الله يعني يخاف من الناس اذا يمنعوا حدودهم وينتهك حدود الله بدون حسابه يقول ربك كريم امن هذا ولي اخاف منه ولا اعوذ بالله وانا من مسعود الاكبر كبائر الاشراك بالله والامن من مكر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله من الكبائر يعني الامن من مكر الله من الكبائر واليأس من رحمة الله من الكبائر يعني بين طرفين نقيط والوسطية واجعلناك امة وسطة تخاف لكن بالنصوص والادلة الشرعية يا ما تخاف كذا وخرابيط صوره لأن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من أبا العلماء قالوا عن ما الخشية الخوف بالعلم الخوف يعني خوف الله بالعلم ليس بالتخيلات وفق الله الجميع الله أحبه الله سمع مقانون وأكل بإذن الله تعالى هو ناجي يوم القيامة لقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن وهم مهتدون وجزاء الله خير وأن شيخ محمد عبد الرهاب ودخلوا فزيح جناته يا رب العالمين وجزاء الله المكتب اللي يعانوا على نشر إلهم وأنهم يعني دعوة إلى الله عز وجل الناس في ظلمات يخرجونهم إلى النور جزاهم الله خير ونسأل الله أن يصلح نياتهم وذرياتهم ويغفرنا ولهم جميع المسلمين واللينا والله أعلى وأعلم وسلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهلي وصحابي وأجمعهم ألا سادة مجمع جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة